بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على الشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه وبعد باستشارة مع أحد الأصدقاء اقترح علي أن أقرأ من كتاب تأصيلي مهم بعنوان قانون التأويل للعلام الإمام الكامل حجة الإسلام أبي حامد محمد بن محمد الغزالي التوصي قدس الله سره وقد عرف الكتاب وحققه العلام المحقق الكبير صاحب الفضل الشيخ محمد زاهد بن الحسن الكوثري وكيل المشيخ الإسلامي في الخلافة العثمانية وعني بنشره السيد عزة العطار الحسيني والكتاب نشر في سنة 1940 ميلادية الموافق لسنة 1359 هجرية ونقرأ من الطبعة الأولى لهذا الكتاب وإليكم أولا مقدمة لمحمد زاهد الكوثري يقول بسم الله الرحمن الرحيم كلمة عن قانون التأويل القرآن الكريم والسنة النبوية ينحواني مناحي كلام العرب في وجوه البيان وفي كلام العرب ما يفهم المراد منه بمجرد سماعه ومنه ما يدع السامع في حاجة إلى التدبر وإعمال الروية في تفهم مآله وكذلك الكتاب والسنة فمن أبى التأويل فيهما مطلقا فهو متحجر الدماغ جامد خامد ومن توخى التأويل في الجميع فهو قرمطي هالك وأهل الحق يرون الأخذ بالظاهر في محله والتأويل على التأويل في موضعه والتأويل هو بيان مآل ما يحتاج إلى التدبر من القول وتبيين ما يؤول إليه الكلام وهذا هو معنى التأويل في أصل اللغة وأما استعماله بمعنى صرف الكلام عن معناه الظاهر فاصطلاح محدد والخائضون في بحث التأويل طوائف على أنحاء شتى من تفريط أو إفراط أو توسط وقد شرح الإمام حجة لإسلام الغزالي أحوال هؤلاء الطوائف في كتابه القانون الكل في التأويل أجلى شرح حيث تناول التأويل ببحث لسؤال وجه إليه وقام فيه بوصايا لمن يعاني هذا الموضوع قيام خبير بما هنالك وألم إلماما بمسالكهم وعين ما هو الصواب منها وحقق بحث التأويل الذي شغل أمر تحقيقه الطوائف حتى شفى غلة الباحث بما حواه من فوائد ثمينة وهو على صغر حجمه خير دليل لمن يريد سلوك تلك المضايق يذله على المنهج الأسلم وخير حرز يحرصه من الوقوع في المهالك إذا أخذ بوصاياه كيف وقد قل نظير مؤلفه بين علماء الإسلام في معاناة المطالب العالية من علم أصول الدين والتصوف والفلسفة فبيان مثله يكون أوقع في النفوس وأرضى في القلوب ولا سيما أن تأليفه هذا من أواخر مؤلفاته وقد أحسن صنعا الأستاذ الأديب السيد عزة العطار الحسيني حيث قام بطبع هذا الكتاب العزيز النادر وإداعته بين أهل العلم فجزاه الله عن العلم خيرا محمد زاهد الكوثري وبعد هذه المقدمة لمحمد زاهد الكوثري نقرأ في الكتاب يقول الشيخ حامد الغزالي رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد المبعوت رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد فقد سئل الإمام الزاهد أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوصي رحمه الله عن بيان معنى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يجري من أحدكم مجرى الدم هل هو ممازجة كالماء بالماء أم هو مثل الإحاط بالعود وهل هو مباشرته للقلوب بتخايل من خارج تنقلها القلوب إلى الحواس فثثبت فيها فيكون منها الوسواس أم يباشر جوهره جوهر القلوب وهل يمكن جبع بينما مرثته النبو من هذا الوصف ومثله في تراء الجن لبني آدم في صور الحيوانات وفي أشكال سواها مختلفة كتراء الملائكة عليهم الصلاة والسلام للأنبياء في صور بني آدم أم صورتهم على تلك الأمثلة فينكشف الغطاء عنها لمن قدر له رؤيتها ثم يحدث فيها كثافة جسمانية كما أحدث في الملائكة وهل من سبيل إلى الجمع بين هذا القول من الشرع في الجن والشياطين وبين قول الفلاسفة أنها أمثلة وعبارة عن الأخلاق الأربعة التي في داخل الأجسام لتدبيرها أم لا وما يظهر في المصروعين هل هو كلام الجن الذي يسرعه أم هو لسان المصروع ببرسام يعتريه من شدة ما يناله منه وكيف أخبارهم بالغوائب التي في القوى ولم تخرج بعد إلى الفعل والطبيعيون يقولون في ذلك ما تعلمه من ثوران خلط السواد وغلبته فيكون منه ذلك ويسمونه بخلط الريح وهل بينهما علة جامعة أم لا وكيف المثل الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم في إدبار الشيطان عند الأدان وله حصاص هل أريد بذلك المثل كما تقول العرب مضرط الحجارة وفلان يحدث من الشدة أم يتصور في ذلك الوقت جسم يكون عنه الحصاص فإن الشيطان بسيط على علمه لا يتغدى فكيف يكون منه ما يكون من التغدي وكيف يكون أيضا الروت والعظم لهم غداء وقد يكون بالشم والبسيط لا تصح فيه الحواس المركبة وكيف الحقيقة في البرزخ وهل أهله من قبيل أهل الجنة أم من قبيل أهل النار فليس هناك منزلة تتصور إلا في الجنة والنار وإن قيل إنه الفصل المشترك المعبر عنه بالصورة الذي له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب هل هو صحيح أم هو غيره ومن المستوجب للبرزخ فإن من رجح ميزانه صار إلى الجنة ومن خف ميزانه صار إلى النار ومن استوى ميزانه كان في المشيئة فهل هو عبارة عن التوقيف إلى أن تنفد له الكرامة أو غلبته الشقاوة والملائكة هل هم من المناعمين مع بني آدم في الجنة أم في غيرها وهل هم المعبر عنهم في الولدان أم الولدان صنف رابع غير الملائكة وبني آدم والجن والحور العين نوع خامس أم كيف هم وما صفاتهم وقد أفصح الكتاب أن عرض الجنة كعرض السماء والأرض وفي هذا أيضا ما يحتاج إلى النظر أن يكون السماء لها وعاء وضرف ويزيد عرضها على عرضها وحوض رسول الله صلى الله عليه وسلم هل هو في أرض الموقف أم هو في الجنة والذي يظهر من الحديد أن من سبق له الفوز من النار شارب منه في شدائل الموقف قبل الفصل وقبل الشفاعة وهل ماءه من الجنة أو غيرها؟ ولا يصح أن يكون من غيرها لقوله صلى الله عليه وسلم من شارب منه لم يضمأ أبدا وهل يكون شيء من الجنة في الأرض؟ وهل لجميع الأنبياء عليهم السلام حياض؟ أم هو من خصائص نبينا عليه السلام مع الشفاعة؟ فلينعم بالجواب المشروح عن هذه الأسئلة بطريق الاستيفاء مثابا متطولا إن شاء الله تعالى فقال مجيبا عنها أسئلة أكره الخوض فيها والجواب لأسباب عدة لكن إذا تكررت المراجعة أذكر قانونا كليا ينتفع به في هذا النمط وأقول بين المعقول والمنقول تصادم في أول النظر وظاهر الفكر والخائضون فيه يحزب إلى مفرط بتجريد النظر إلى المنقول وإلى مفرط بتجريد النظر إلى المعقول وإلى متوسط طمع في الجمع والتلفيق والمتوسطون انقسموا إلى من جعل المعقول أصلا والمنقول تابعا فلم تشتد عنايتهم بالبحث عنه وإلى من جعل كل واحد أصلا ويسعى في التأليف والتوفيق بينهما فهم إذا خمسة فرق الفرقة الأولى هم الذين جردوا النظر إلى المنقول وهم الواقفون على المنزل الأول من منازل الطريق القانعون بما سبق إلى أفهامهم من ظاهر المسموع فهؤلاء صدقوا بما جاء به النقل تفصيلا وتأصيلا وإذا شوفه بإظهار تناقض في ظاهر المنقول وكلفوا تأويلا امتنعوا وقالوا إن الله قادر على كل شيء فإذا قيل لهم مثلا كيف يرى شخص الشيطان في حالة واحدة في مكانين وعلى صورتين مختلفتين قالوا إن ذلك ليس عجبا في قدرة الله فإن الله قادر على كل شيء وربما لم يتحاشوا أن يقولوا إن كون الشخص الواحد في مكانين في حالة واحدة مقدور لله تعالى والفرقة الثانية تباعدوا عن هؤلاء إلى الطرف الأقصى المقابل لهم وجردوا النظر إلى المعقول ولم يكثرتوا بالنقل فإن سمعوا في الشرع ما يوافقهم قبلوه وإن سمعوا ما يخالف عقولهم زعموا أن ذلك صوره الأنبياء وأنه يجب عليهم النزول إلى حد العوام وربما يحتاج أن يذكر الشيء على خلاف ما هو عليه فكل ما لم يوافق عقولهم حملوه على هذا المحمل فهؤلاء غلوا في المعقول حتى كفروا إذ نسبوا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام إلى الكذب لأجل المصلحة ولا خلاف بين الأمة أن من جوز ذلك على الأنبياء صلوات الله عليهم يجب حز رقبته وأما الأولون فإنهم قصروا طلبا للسلامة من خطر التأويل والبحث فنزلوا بساحة الجهل واطمأنوا بها إلا أن حال هؤلاء أقرب من حال أولئك فإن تخلص هؤلاء عن المضايق بقولهم إن الله على كل شيء قدير ونحن لا نقف على كنه عجاء بأمر الله ومخلص أولئك بأن قالوا إن النبي إنما ذكر ما ذكره على خلاف ما علمه للمصلحة ولا يخف ما بين المخلصين من الفرق في الخطر والسلامة والفرقة الثالثة جعلوا المعقول أصلا فطال بحتهم عنه وضعفت عنايتهم بالمنقول فلم تجتمع عندهم الظواهر المتعارضة المتصادمة في بادئ الرأي وأول الفكر المخالفة للمعقول فلم يقعوا في غمرة الإشكال لكن ما سميعوه من الظواهر المخالفة للمعقول جحدوه وأنكروه وكذبوا راوية إلا ما يتواتر عندهم كالقرآن أما ما قرب تأويله من ألفاظ الحديد وما شق عليهم تأويله جحدوه حذرا من الإبعاد في التأويل فرأوا التوقف عن القبول أولى من الإبعاد في التأويل ولا يخفى ما في هذا الرأي من الخطر في رد الأحاديث الصحيح المنقول عن الثقات الذين بهم وصل الشرع إلينا والفرقة الرابعة جعلوا المنقول أصلا وطالت ممارستهم له فاجتمع عندهم الظواهر الكثيرة وتطرفوا من المعقول ولم يغوصوا فيه فظهر لهم التصادم بين المنقول والضواهر في بعض أطراف المعقولات ولكن لما لم يكتر خوضهم في المعقول ولم يخوضوا فيه لم يتبين عندهم المحالات العقلية لأن المحالات بعضها يدرك بذقيق النظر وطويله الذي ينبني على مقدمات كثيرة متوالية ثم انضاف إليه أمر آخر وهو إن كل ما لم يعم استحالته حكموا بإمكانه ولم يعلموا أن الأقصام ثلاثة قسم علم استحالته بالذليل وقسم علم إمكانه بالذليل وقسم لم يعلم استحالته ولا إمكانه وهذا القسم الثالث جرت عادتهم بالحكم بإمكانه إذ لم يظهر لهم استحالته وهذا خطأ كمن يحكم باستحالته إذا لم يظهر إمكانه بل من الأقصام ما لم يعلم إمكانه ولا استحالته إما لأنه موقف العقل وليس في القوة البشرية الإحاط به وإما لقصور هذا الناظر خاصة وعدم عثوره على دليله بنفسه وفقده لمن ينبهه عليه ومثال الأول من حس البصر قصور الحس البصر على أن يعرف عدد الكواكب أنه زوج أو فرض وأن يدرك عظم الكواكب مع بعدها على ما هي عليه ومثال الثاني وهو القصور الخاص قصور حس بعض الناس عن أن يدرك منازل القمر وظهور أربعة عشر منها في كل حال وخفاء أربعة عشر مقابل ضرج المنازل في الغروب والشروق وغير ذلك مما وقف عليه بعض الناس بحس البصر دون بعض كذلك يتطرق إلى إدراك العقل مثل هذا النوع من التفاوت وهؤلاء لما قل خوضهم في المعقولات لم يكثر عندهم المحالات فكفوا مؤنة عظيمة في أكثر التأويلات إذ لم ينتبهوا للحاجة إلى التأويل كالذي لم يظهر له أن كون الله بجهة محال إذ استغنى عن تأويل الفوق والاستواء وكل ما يشير إلى الجهة والفرقة الخامسة هي الفرقة المتوسطة الجامعة بين البحث عن المعقول والمنقول الجاعلة كل واحد منهما أصلا مهمة المنكرة لتعارض العقل والشرع وكونه حقا ومن كذب العقل فقد كذب الشرع إذ بالعقل عرف صدق الشرع ولولا صدق دليل العقل لما عرفنا الفرق بين النبي والمتنبي والصادق والكادب وكيف يكذب العقل بالشرع وما ثبت الشرع إلا بالعقل وهؤلاء هم الفرقة المحقة وقد نهجوا منهجا قويما إلا أنهم ارتقوا مرتقى صعبا وطلبوا مطلبا عظيما وسلكوا سبيلا شاقا فلقد تشوقوا إلى مطمع ما أعصاه وانتهجوا مسلكا ما أوعره ولا عمري أن ذلك سهل يسير في بعض الأمور ولكن شاق عسير في الأكثر نكتفي بهذا القدر في هذه الحلقة وفي الحلقة المخبلة نتم القراءة من هذا الكتاب القصير وهو سيكون في حلقتين إن شاء الله وهو من التأصيل الكبير لطلبة العلم في قضية التأويل والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر